بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسي جديد من دروس الكفايات اللغوية للصف الثاني الثانوي حديثنا اليوم عن الكفاية الإملائية كنا قد تحدثنا عن الكفاية النحوية وعرفنا أن هذه الكفاية كلها يكون تطبيق لما أخذ في الدروس السابقة أيضا بدأنا بالكفاية النحوية وليوم نستكمل أهم نشاطات التعلم في هذه الكفاية ونتحدث عن نشاطات التعلم والأسئلة التي وردت في هذا الكتاب نحن في وحدة تدريبية الثانية في الكفاية الإملائية التطبيق الإملائي كنا قد أخذنا التطبيق النحوي وهنا التطبيق الإملائي الأهداف التدريبية في هذه الوحدة يتوقع منك في نهاية هذه الوحدة أن تنشئ فقرات ونصوص دون الوقوع في أي خطأ إملائي موظفا علامات الترقيم وملتزما بعراف الكتابة كذلك تلقي نصوصا مراعيا مواطن الوقف وسلامة التنغيم أيضا تصلح الأخطاء الإملائية والترقيمية في أي جملة أو نص يعرض عليك أيضا تميز بين همزتي الوصل والقطع نطقا وكتابة وكذلك تحدد الحروف التي تزاد أو تحذف من الكلمة والكلمات التي توصل أو تفصل وأخيرا تعلن رسم بعض الكلمات بصورة المعطاة في كلمات معينة سواء كانت تتعلق بالهمزة أم بالألف المصطرفة أم بالحذف والزيادة أم بالوصل والفصل هذه أهم الأهداف التدريبية تتعلق بالكفاية الملائية في هذه الوحدة بإذن الله لاحظ هنا الرقم الرابع أو التدريب الرابع صل الحروف المقطعة صل الحروف المقطعة الآتية واكتب الكلمات بصورة صحيحة الحروف المقطعة الميم والبا والدال والهمزة كذلك هنا الكاف والفا والألف والهمزة والتا ثم القاف والألف والراء والآ والهمزة كذلك والألف وذن النون ثم الهمزة والصاد والدال والقاف والألف وكذلك الهمزة والكاف أيضا الشين والياء والهمزة والألف والنون لاحظ ثم أيضا كلمات أيضا أخرى هنا حروف مقطعة الياء واللام والقاف والألف كذلك العين والفا والألف والذال والكاف والراء والألف والخاء والطاء ثم ألف المد طبعا والياء والألف أيضا ثم الميم والها والميم كذلك والألف طيب في البداية ما هي الكلمة بعد الوصل بالتأكيد أنك عرفت هنا أكتبها بصورة صحيحة مبدأ هنا لاحظة الهمزة هنا كتبت على الألف كتبت على ألف لأنه كما عرفت أنه هنا مفتوح مبدأ وأيضا هنا ما قبلها مفتوح وتكتب هنا لأن اله مصطرفة وهذه قاعدة her مصطرفة كما عرفتها سابقا كفاءة كلمة الثانية طبعا عفوا قبل الكلمة الثانية هنا يلقى بلاحظ هنا كتبت يلقى ألف على صورةه و الست ألف على قائمة و إنه ما ألف على صورة ي لنها أصلها ي و أيضا لτί زاد على ثلاثة من الثلاثي هو اللي أكون إذا كان أصله هو و هو يكتب ألف قائمة إذا كان زاد على ثلاثة يكتب على صورتي أيضا كفاءة وهنا كتبت الهمزة فيه على جميل على السطر لماذا كتبت على السطر؟ لأنه أتت بعد مفتوحة وتت بعد ساكن أو بعد مد حرف مد كفاءة أيضا عفا هنا لاحظ عفا هنا كتبت الألف المسترفة على صورة ألف قائمة لماذا؟ لأن أصله هواو من عفا يعفو وقلنا هنا باتقليبة الكلمة وهنا ثلاثي وهنا أصله هواو فتكتب ألف على صورتها الأصلية الألف التي تكتب على صورتها الأصلية هنا أحسنتم هنا قارئاني قارئاني فلاحظ هنا الهمزة كتبت على أو على نبرة لأن هنا ما قبل الهمزة هنا رأ مكسورة قارئان حتى لو كانت الهمزة مفتوحة هنا الكسرة قلنا طيب هنا أحسنت ذكرى ذكرى وهنا زائد على ثلاثة أحرف أيضا ألف على صورتي على صورتي كلمة التي بعدها أصدقاؤك أحسنت أصدقاؤك لاحظ هنا مضمومة الهمزة عليها ضمة هنا تكتب على و وهنا أيضا في بداية أ أصدقاؤك كتبت الهمزة على الألف لأنها هنا مفتوحة أصدقاؤك أصدقاؤك فكتبت الهمزة أيضا على و لأنها هي مضمومة وهنا خطايا خطايا وهنا كتبت ألف على صورتي ألف قائمة وعلى صورة الأصلية لأن المقابل الهيئة في القاعدة أيضا وكما عرفت بالقاعدة ذلك كله ذلك في تطبيق ملائه تطبيق هو تطبيق النبي للدروس السابقة التي كنت قد أخذتها أيضا هنا شيئاني شيئاني وقلنا هنا تكتب على شيء و شيئان لأن هنا تصلت بالمثنى بألف و النون ألف و النون التثنية فهنا تتصل الهمزة بالألف فتكتب أيضا على نبرة لمناسبة الرياء هنا مهما كتبت ألف على صورتي ألف قائمة وعلى صورة الأصلية مهما هنا أيضا الحرف هنا شيئان كتبت كما قلنا على صورتي هنا يقول حلل الظواهر الإبلائية في الكلمات المميزة بلون مغاير كما في المثال لاحظ المثال الأول في الحروف المقطعة أنصحك ألا تكذب في حديثك أنصحك ألا تكذب في حديثك هنا الظواهر الإبلائية الوصل و الحذف الوصل ألا و أيضا هناك حذف لاحظ وصلت أن مع لا هذا وصل و حذفت النون حذفت النون أصلها أن لا فصارت ألا هنا وصل و حذف طيب للغة قواعد ينبغي تطبيقها للغة قواعد ينبغي تطبيقها هنا في الظاهر الإبلائية في للغة أحسنتم هنا أيضا وصل و حذف وصل و حذف للغة فهنا الوصل وصل اللام مع لام الجر و حذف همزة الوصل في البداية اللغة أصلها ثم وصلت اللام و حذفت الهمزة أو ألف الوصل حذفت الهمزة أو ألف الوصل إلى ما تستمع في وقت الفراغ إلى ما جميل هنا أيضا وصل و حذف هنا أيضا وصل و حذف أصلها وصل إلى مع ما وصل إلى مع ما وحذف أيضا الألف في ما لأن هنا استفهام فتحذف الألف في ما إلى ما تستمع في وقت الفراغ هنا وصل ألف إلى مع ما وحذف أيضا ما الاستفهامية فقلنا هنا إلى ما طيب جاء عبد الإله من المعهد نظاهر الإملائية هنا جميعين هنا الحذف هنا الحذف من الذي حذف؟ هنا الألف فقط من كلمة الإله الألف من كلمة الإله جميل يا حب ذا يا حب ذا الجنة واخترابها هنا الظاهر الإملائي هنا الوصل هنا وصل حب مع ذا وصل حب مع ذا تقول يا حب ذا جميل احترمني مثل ما أحترمك احترمني مثل ما أحترمك هنا الظاهر الإملائي في مثل ما هنا وصل أيضا هنا وصل وهنا وصل مثل مع مع وليس هناك حذف وأنه وصل فقط وصل مثل مع مع طيب أيها الناس اتقوا الله حق التقوى اتقوا الله حق التقوى هنا onwards ظهرہ لبيلائی جميل هنا وصل وحذف وزيادة وصل وحذف وزيادة فتقول هنا وصل التقي بالواو وصلها التقي بالواو وحذفت حرف العلة في التقي بالواو من الفعل وزيدت الألف طبعا هنا زيادة الألف الفارقة زيادة ألف الفارقة إذا وصل التقي بالواو التقي مع الواو وصل وحذف حرف العلة التقي في الواو اليا فصارت هنا التقو وحذف أيضا حرف العلم من الفعل وزيدت فيه الألف الفارقة هنا الدلال على الواو والجماعة جميل هنا أقرأ النص الآتي قراءة صامتة متأنية ثم ناقش محتواه مع زملائك يعني اقرأ النص ثم ناقش محتوى مع زملائك ثم حلله إمنائيا حسب ما يطلب منك اعتمدت رؤية 2030 على ثلاثة محاور رئيسة لتعزيز وبناء ركائز القوة لدى المملكة وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح ووضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منظومة من البرامج التنفيذية المترابطة لتمثل خطة السير لهذه الرؤية ومنها برنامج تنمية القدرات البشرية وهدفه تحسين مخرجات التعليم والتدريب حتى تصل إلى المستويات العالمية من خلال برامج تعليم وتأهيل وتدريب تتلاءم مع سوق العمل المحلي والعالمي واحتياجاته ومطلباته المستجددة ومصطلبات الثورة الصناعية الرابعة كما يسهم هذا البرنامج في تطوير المعلمين والمدربين وعضاء هيئة التدريس والحوكمة وأنظمة التقويم والجودة والمناهج ومسارات التعليمية والمهنية والبيئة التعليمية والتدريبية لتنسجم مع التوجهات الحديثة كما سيقوم البرنامج منطلقا من الأسس الإسلامية والتربوية والاجتماعية والمهنية باستحداث سياسات ونظم تعليمية وتدريبية تعزز من كفاءة الرأس مال البشري بما يحقق الشمولية والجودة والمرونة وخدمة شرائح المجتمع تعزيزا لريادة المملكة إقليميا وتنافسها دوليا هنا الموقع الأكتروني نوريث المملكة 2030 بتصرف لاحظ اقرأ النص قراءة متأنيه ثم هنا أن تحلله إملائيا بعد الإجابة هنا ماذا يطلب منك تحليل النص إملائيا في البداية هنا يريد الهمزة في أول كلمة يريد أن تأتي بهمزة في أول كلمة ثم همزة في وسط الكلمة ثم همزة في آخر الكلمة ثم بعد ذلك تكتب سبب كتابة هذه الهمزة بهذه الصورة لماذا كتبت؟ كذلك ثم تأتي من النص إذن عدل النص بإمكانك أيضا النظر على الكتاب وقراءة النص في كتابك ثم ستأتي بهمزة في أول كلمة وتبين سبب كتابة هذه الهمزة بهذه الصورة وكذلك الهمزة في وسط الكلمة وتبين أيضا سبب كتابة هذه الهمزة بهذه الصورة وهكذا الهمزة في أول كلمة مثل أكرمه أكرمه هنا كتبت بهذه الصورة طبعا للنماضي الرباعي كتبت همزة أكرمه طيب طبعا هنا همزة قطع والهمزة هنا إن وإذا أيضا همزات كلها همزات في أول كلمة وهذه حروف حرف إن وحرف إذا أيضا همزة كذلك اعتمد هنا اعتمد لم تكتب طبعا همزة هنا ألف وصل لكن في أول كلمة لأنه ماضي خماسي لأنه ماضي خماسي اعتمد من خمسة حروف ولا يكتب له همزة قطع ولم وصل أيضا القوة هنا هنا أيضا لأنها للتعريف كل هذه في أول الكلمة كل هذه في أول الكلمة سواء كانت همزة وصل أم همزة قطع كما عرفت في وسط الكلمة وهذه كلها من النص رئيسة لاحظ هنا كتبت على يا لأنها مكسورة وما قبلها مفتوح رئيسة أيضا تكتب الهمزة ركائز أيضا في وسط الكلمة أيضا تكتب على يا هنا لأنها أيضا مكسورة وما قبلها ساكن ركائز وأيضا تأهيل كتبت هنا على الألف تأهيل الهمزة كتبت على الألف هنا ساكنة وما قبلها مفتوح وهنا أيضا تتلائم كتبت الهمزة على السطر طبعا أنها مفتوحة بعد حرف مد طيب في آخر الكلمة أيضا بإمكانك أن تعود النص وأن تكتب همزات طبعا بإمكانك أن تكتب همزات أو كلمات تختلف عن هذه الكلمات التي كتبت كلمات كثيرة همزات سواء في أول كلمة أو كانت في وسط في آخر الكلمة هنا مثلا بناء هنا لماذا كتبت هذه الصورة طبعا قبلها ساكن كتبت على السطر وهنا أعضاء أيضا قبلها ساكن وقلنا إذا كانت همزة إذا كانت همزة مصطرفة لا ينظر لحركة الهمزة وإنما ينظر لحركة الحرفة الذي قبلها وكما عرفتها سابقا أيضا هنا طبعا بناء وأعضاء الهمزتان التي وجدت في هذا النص في الألف مصطرفة يريد ألف مصطرفة في آخر الكلمة ألف قائمة على أصل صورتها وأيضا من النص وألف على صورة يا غير منقوطة هنا ستبين أيضا السبب لماذا كتبت ألف قائمة ولماذا كتبت ألف على صورة يا غير منقوطة فتقول هنا في الألف مثلا قائمة مهما لماذا كتبت ألف قائمة؟ جميل أحسنتم هنا لأنها حرف وكل الحروف إلا الحروف المستثناء كما عرفت سابقا في هذه الدروس أيضا هذا كتبت ألف قائمة أو كتبت الألف في نهايته هذه ألف قائمة أيضا لأنه اسم مبنية من أسماء أيضا المبنية وبماء وكماء هذه طبعا أيضا أسماء مبنية ماء وكماء طيب ألف على صورة يا غير منقوطة أو تقول ألف على صورة يا غير منقوطة معناه أنه على صورة يا مثل لدى وهذا لماذا كتبت على صورة يا لأنه طبعا اسم مبني لأنه اسم مبني مستثناء طبعاً هذه من الأسماء المستثناء من أسماء المستثناء طبعاً هي الأسماء البقية المبنية كلها تكتب على صورة ألف قائمة إلى الأسماء المستثناء كذلك إلى وعلى أيضاً من الحروف المستثناء لأن الحروف كلها تكتب ألف قائمة إلا الحروف المستثناء التي هي إلى وعلى مثلها طيب في الحذف والزيادة والوصل يريد أيضاً كلمات فيها حذف ولو تأتي بكلمة أو كلمتين لا بأسا في ذلك أو تأتي أنت بأكثر من ذلك أو الزيادة أو تأتي بحذف طيب في الحذف عدل النص واستخرج من كلمات فيها حذف وبيّن ما حذف منها وكل ذلك يتعلق بالنص تقول مثلا هذا هنا ما الذي حذف في هذا حذف الألف أحسنتم حذف الألف هذا طيب أيضا هذه أيضا ما الذي حذف كذلك الألف في الزيادة تعزيزا هنا ما الذي زاد أو ما الزيادة هنا في هذا أو في هذه الكلمة هنا ما زيد فيها هنا ألف تنوين النص تعزيزا فتأتي ألف للزيادة في حالة تنوين وهو تنوين النص كما عرفت سابقا أيضا إقليميا أيضا هنا أتت ألف تنوين النص كذلك في أيضا في النص في دوليا أيضا ألف تنوين النص في الكلمة في الوصل وصل بماء هنا ما الذي وصل وصل أيضا هنا الباء بماء الموصولة أو حرف الجر بماء الموصولة وأيضا رأس مالية رأس مالية وهذه يوصل أيضا كلمتان أصلها رأس زايد مالية و كتبت على أنها كلمة كلمة واحدة جميل لاحظ هنا أيضا من ها في الوصل هنا أيضا من زايد الضمير الها من زايد الضمير الها و هذا هو يوصل و يكثر دائما في الكلمات هنا الها و التاء المربوطة و التاء المفتوحة يريد كلمات مختومة بالها و كلمات مختومة بالتاء المربوطة و كلمات مختومة بالتاء المفتوحة لاحظ هنا بدأ هدفه هنا كلمات مختومة بالها ثلاثة ختمة بالتاء المربوطة و يريد منك أيضا كلمات ختمة بالتاء المفتوحة ثم بعد ذلك سيقول لك وازن بين تلك الكلمات وبين هذه الكلمات كلمات مختومة بالها هدفه أيضا احتياجاته أيضا متطلباته كل ذلك ختمة بالها كلمات مختومة بالتاء ثلاثة رؤية طبعا ثلاثة ورؤية والمملكة كلها ختمت بالتاء المربوطة بالتاء المفتوحة اعتمدت أيضا القدرات全ها بالتاء المفتوحة كذلك المستويات طيب هنا يقول وازن بين الكلمات من حيث الكتابة طبعا هنا الها والتاء المربوطة متشابهتان في الكتابة والفرق بينهما في نقطة التاء أما المفتوحة فرسمها مختلف تختلف طبعا في الرسم بالتأكيد أن التاء المفتوحة تختلف في الرسم ويقول إقرأها مرة بالسكون ومرة بالحركة ماذا تلاحظ سواء في القراءة تقول هنا هدفه أو هدفه وأقول ثلاثة وثلاثة وأقول اعتمدت واعتمدت مثلا وهنا ماذا تلاحظ في قراءة هنا تقول في النطق طبعا الها تنطقها في الوقف وفي الوصل والوصل والتاء المربوطة تنطقها أيضا في الوقف يعني لاحظ ثلاثة وثلاثة ففي الوقف تنطقها وتاء في الوصل أما التاء المفتوحة فتنطق تاء في الحالتين يعني التاء هنا تتغير سواء في الوصل أو في الوقف هنا يقول تأمل أمثلة وسجل استنتاجاتك في البداية هنا الجملة نصحنا معلمون مدرسة بالاجتهاد حصل موظفو الشركة على مكافأة اجتمع مدربو الفرق الرياضية هنا الملاحظة لم تلحق بها الألف مع أنها مخدمة بواو ودل على الجمع لماذا؟ هنا لم تأتي الألف أحسنتم هنا لم تأتي الألف طبعا أنها واو جمع مذكر السالم وليست واو الجماعة فالألف هنا تأتي فارقة في واو الجماعة كذلك هنا أرجو أن تبادر إلى عمل الخير هنا تزكو النفس بعمل الصالحات ويربو عدد طلاب فصلنا على الأربعين هنا أرجو وتزكو ويربو ما الملاحظة هنا؟ جميل أيضا لم تكتب ألف الفارقة لماذا لم تكتب أيضا الفارقة هنا بعد الواو؟ أحسنت لأن هنا الواو أصلية لأن هنا الواو أصلية أرجو وتزكو ويربو الواو أصلية من الفعل وليست واو جماعة وليست واو جماعة طيب لاحظ هنا فكروا قبل أن تتكلموا المعلمون اجتمعوا هذا الصباح هنا ما الملاحظة؟ كتبة الآلف الفارقة هنا فكروا اجتمعوا تتكلموا لماذا كتبت الآلف هنا؟ أحسنتم هنا بعد واو الجماعة فكتبت الآلف الفارقة لأن هنا للتمييز بين واو الجماعة والواوات الأخرى ولا تأتي الآلف الفارقة ولا بعد واو الجماعة أصدقاؤك لن يخذلوك الأمانة العظيمة فتحملوها هنا في الملاحظة يخذلوك لم تكتب طبعا الألف الفارقة هنا لماذا لم تكتب طبعا لاتصالها الواو بضمير بعدها يخذلوك تحملوها هنا اتصالها بضمير طيب الاستنتاج لهذه الأمثلة هنا نقول تكتب الألف الفارقة بعد واو الجماعة ما لم يأتي بعده ضمير ولا تكتب بعد واو جمع مذكر السالم ولا الواو الأصلية يعني إذا كان الواو جمع مذكر السالم وكانت الواو أصلية فلا تكتب الألف الفارقة و أيضا إذا اتصل ضمير فإنها لا تكتب ألف واو الجماعة و تسمى الألف الفارقة هنا يقول اكتب تعليقا قصيرا على هذه الصورة حاول استخدام كرفة تمثل الظوار الإملاعية درستها و وظف علاوة الترقيم و هذا اكتب بتعبيرا من عندك و نحن سنكتب بدورنا و يقول هنا لا يزال المجال مفتوحا أمامنا لمزيد من العمل و التقدم لأن أفاق العلم طبعا هنا فاصلة منقوطة أن أفاق العلمي في عصرنا الحاضر تزداد اتساعا و ارتفاعا كل يوم بل كل ساعة قد يعني كل ما يسمى بالأمية الحضارية و هذا شيء لا يرضاه لنا ديننا و لا نرضاه لأنفسنا بإمكانك أن تأتي بأي عبارة تريد هنا بإمكانك أن تأتي بما تريد من عبارة بإمكانك أن تأتي تقول علق على هذه الصورة و استخدم كلمات تتمثل هذه الظواهر الإملاعية سواء ظواهر الإملاعية سواء ظواهر الوصل ظواهر الحذف ظواهر الحذف الزيادة وصل الماء وصل الحروف وصل الأفعال أيضا الآلف الفارقة وما إلى ذلك وبعض علامات الترقيم التي كنت قد درستها وقد استفدت منها و هذا هو الهدف في هذا النص وفي هذا الدرس هنا كثيرا ما يخطئ الناس في كتابة ذوات الضاد أو الض الضاء والضاد وهذه اللغة العربية كما عرفت والحل الوحيد هو الرجوع إلى المعاجب اللغوي رؤية الكريمة عد إلى أحد المعاجب ونقل منه عدد من كلمات مجتملة على حرف الضاد وعلى حرف الضاء ثم أطلع زمناءك وهذا المفترض أنه نشاط منزلي لكن نذكر بعض الكلمات نقول مثلا الضمير والضالين وعضو وبيض وضفدع وضابط وضياع وهذه كله بحرف الضاد أما كلمات تحوي على حرف الضاء أقول ظهر وظرف وظاهر وكاظم فننفرق بين الضاد ووظاء هنا يقول مثل في جمع المفيدة ألف مصطرفة وقعت رابعة فما فوق أعطى الغني والفقير مالا أحسنت همزة كلمتها قطع لأنه أمر لفعل رباعي تقول أكرم الفقير المستحق علامة ترقيم بين الجملتين إحدهما سبب للأخرى مقصود به فاصل منقوطة صل ذوي القربة فإنه أولى بالصلة ألف مصطرفة على صورتها لسم أعجمي تقول عيسى عبد الله ورسوله كلمة اجتملت على همزة متوسطة ما قبلها مكسور تقول الذئب حيوان المفترس ألف مصطرفة ثالثة أصلها واو هنا تقول سماء المسلم أصلها يسم كلمة زيدة فيها حرف الواو تقول هنا إنهم أولو عقل وحكمة هنا وجه عجدا من الأسئلة حول مضمون الصورة مستخدمة الكلمات توصل بعضها ببعض تقول مثلا هل فهمت مثل ما فهمت أنا إنما تغير لون الرئة بسبب مال الصحة والتدخين كيف هو أن تحافظ على الصحة تبدن أنك يكون عقلك سليما ما العادات الصحية التي ينبغي اتباعه لكي لا تتأثر الرئة عما تعبر صورة الظاهرة أمامك وإمكانك أن تأتي بأي أسئلة تريد هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين